بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم النبيين إذن نبقى دائما مع الدرس الثامن في مجموع الدروس وهو الدرس الثاني لمادة التغرافية برنامج الاجتماعية للسنة الأولى للسنة الأولى من التعليم الإعدادي إذن عنوان الدرس التدرب على تمثيل البنية السكانية والكثافة السكانية إذن من خلال النشاط الأول تعرفنا على البنية السكانية وتدربنا على قراءة الهرم السكاني كذلك مع النشاط الثاني تدربنا على تمثيل البنية السكانية بواسطة الهرم ثم وصلنا إلى توقفنا عند النشاط الثالث النشاط الثالث أتعرف مفهوم الكثافة السكانية وأتدرب على قراءة الخريطة مع تمثيلها إذن أكتشف مفهوم الكثافة السكانية لدينا الوثيقة واحد الكثافة السكانية في العالم إن حساب عدد السكان في كيلومتر مربع هي طريقة مفيدة لمعرفة معدل الكثافة السكانية في منطقة ما مجموع السكان مقسوم على المساح الكثافة السكانية هي مجموع السكان مقسوم على المساح لكن الكثافة تختلف كثيرا من منطقة إلى أخرى داخل البلد الواحد وذلك حسب الظروف الطبيعية والاقتصادية والتاريخية لكل منطقة إذن هذا النص من جغرافية الزمن المعاصر جماع ميناء المؤلفين إذن أقرأ النص وأحدد موضوعه إذن موضوع أقرأنا النص وموضوعه هو الكثافة السكانية في العالم إذن هذا هو موضوعه يعني موضوعه بالتحديد كيف نحدد الكثافة السكانية في منطقة ما إذن موضوعه هو كيف نحدد الكثافة السكانية في منطقة ما ثانيا أبين الظروف التي تتحكم في اختلاف الكتافة من منطقة إلى أخرى إذن اختلاف الكتافة هي مرتبطة بالظروف الطبيعية والاقتصادية والتاريخية لكل منطقة إذن هذا وجهب على السؤال أعطيكم مثال بالنسبة للظروف الطبيعية أقل المناطق كتافة سكانية بالعالم التي قد تكون خالية تقريبا من البشر إذن ما هي التي هي أقل كتافة سكانية إذن لدينا القطب الشمالي والقطب الجنوبي وما يحيط بهما يعني هذه هي أقل الأماكن كتافة سكانية حيث لا نجد فردا واحدا ساكنا واحدا في هذه المناطق لكل مليون كيلومتر مربع إذن الكتافة ضعيفة جدا كذلك نفس الشيء بالنسبة للصحاري يعني الصحاري إذن القطب الجنوبي والقطب الشمالي هي تعتبر صحاري باردة تعتبر صحاري باردة مجمدة وهناك الصحاري يعني الصحراء الساخنة الصحراء المتوهجة يعني مثلا الصحراء الكبرى يعني الصحاري إذن كتافتها هي أيضا هناك الصحراء الكبرى الصحراء الربع الخالي يعني هناك مجموعة من الصحاري في العالم إذن هذه الصحاري كتافتها أيضا كتافتها ضعيفة جدا لكن على فكرة كتافة الصحاري كتافة السكانية للصحراء يعني ذات الحرارة المرتفعة أعلى قليلا من كتافة الصحاري الباردة في القطب الشمالي والقطب الجنوبي إذن فالإنسان يستطيع أن يتحمل حرارة الشمس لكنه لا يستطيع أن يتحمل البرودة المفردة إذن مثلا هذا مثال للظروف الطبيعية التي تساهم في ضعف كتافة السكانية في مجموعة من مناطق العالم الشاسعة يعني هذه مناطق شاسعة الصحاري والأقطاب هي مناطق شاسعة لكن في الواقع لا يستطيع الإنسان أن يعيش هناك إذن الإنسان يعيش في مناطق ذات ظروف طبيعية وكذلك الأنشطة للنشاط الاقتصاد توفر نشاط اقتصادي وتوفر مصادر دخل إذن هذا أيضا يشكل عاملا لازدياد الكتافة السكانية إذن مثلا أكثر المناطق ازدحاما بالسكان وكتافة السكانية نجدها في المدن الكبرى عواصم البلدان الصناعية الكبرى مثلا توكيو يعني توكيو تعتبر من أكثر المدن ازدحاما بالسكان يعني كتافتها تصل إلى 300 مواطن أكثر من 300 شخص في المتر يعني في المتر مربع الواحد في المتر مربع الواحد تخيلوا معي في المتر مربع واحد أكثر من 300 شخص يعني وذلك راجع لي أن هناك ناطحات سحاب يعني في هذه العواصم كذلك نفس الشيء ينطبق مثلا على لندن كذلك بيرلين كذلك نيويورك يعني ومختلف العواصم الكبرى للمدن الصناعية الكبرى إذن هكذا من خطل هذه الوثيقة تعرفنا على الكتافة السكانية في العالم ننتقل إلى الآن أتعرف مكونات خريطة تمثل الكتافة السكانية إذن لدينا الوثيقة جوج خريطة الكتافة السكانية في تونس توزيع السكان في أهم المدن في تونس كما تلاحظون هذه تونس يعني هذه دولة تونس إذن هناك كتافة السكانية باللون كما تلاحظون الكتافة السكانية باللون الأصفر هي الأقل كتافة باللون الأصفر أقل كتافة يعني هنا في هذه المنطقة هذه صحراء باللون الأصفر هنا في الجنوب جنوب تونس هذه صحراء كذلك باللون القريب من البنفسجي هذا اللون هنا كتافة متوسطة ثم لدينا الكتافة الكبيرة في هذا اللون البني في المدن الكبرى لتونس مدينة قابس ينطقونها جابس ثم مدينة المهدية وسوسة والقيروان والكاف باجا تونس العاصمة بيرزا وإلى آخر من المدن التونسية الكبرى الكتفة السكانية في المدن الكبرى كتفة عالية كذلك لدينا النقطة الصغيرة أقل من نصف مليون ساكن خمسمائة ألف نسمة النقطة المتوسطة ما بين مليون نسمة إلى نصف مليون نسمة مليون إلى خمسمائة ألف نسمة والدواء الكبيرة تبين أن هناك عدد ساكنة يفوق المليون نسمة إذن هناك مدينة واحدة التي تفوق من مليون نسمة هي مدينة تونس العاصمة والمدن الكبرى الأخرى يعني تتراوح ساكنتها بين النصف مليون والمليون النسمة إذن هنا في إطار تعرف على الخريطة أتعرف مكونات الخريطة وأبين وظيفة كل مكون على حدة إذن لدينا العنوان ها هو العنوان كما تلاحظون توزيع السكان وأهم المدن في تونس إذن العنوان ما هو وظيفة العنوان؟ يعني يعطينا فكرة عن موضوع الخريطة إذن العنوان هو موضوع الخريطة في الواقع العنوان هو موضوع الخريطة إذن وأبين وظيفة كل مكون على حدة إذن كما قلنا العنوان هو موضوع الخريطة المحتوى إذن المحتوى يعني هي الخريطة بحد ذاتها هي محتوى الخريطة هو خريطة تونس يعني هذه تونس والمدن المتواجدة بتونس ولدينا أيضا مشموعة من المناطق الملونة بألوان مختلفة إذن كيف نتعرف على وظيفة هذه الألوان المختلفة إذن نتعرف عليها من خلال ماذا؟ من خلال المفتاح إذن المفتاح نتعرف على معاني الألوان وكذلك معاني النقط يعني تعرفنا عليه قبل قليل ثم لدينا المقياس لاحظوا هنا هذا هو المقياس يعني المقياس يعني هنا هذه المسافة عندما تقومون بقياسها بالمصطرة إذن تلك السنتيمات بالمصطرة تساوي 100 كم 100 كم السنتيمات أو المليمترات بالمصطرة تساوي 100 كم على الحقيقة على الحقيقة يعني هذه المسافة هي 100 كم على الحقيقة يعني هذه المسافة على الخارطة هنا تساوي 100 كم على الحقيقة يعني إذن هذا هو المقصود بالمقياس ثم لدينا الإطار كذلك هنا هنا لدينا التجاهات يعني التجاهات هنا واضح أن هذا التجاه هو الشمال يعني هذه الخريطة متجهة نحو الشمال إذن كذلك إطار الخريطة كما تلاحظون الخريطة مؤطرة يعني هناك حدود للخريطة أستخرج العناصر المعبرة عن اختلاف الكتافة السكانية في الخريطة إذن ما هو العنصر المعبر عن اختلاف الكتافة السكانية في الخريطة؟ إنه اللون يعني كل ما كان اللون أغمق إلا وعبر عن كتافة مرتفعة وكل ما كان اللون يعني فاتحا يعني عبر عن كتافة مرخفضة كذلك الدوائر كلما كانت دوائر المدن صغيرة كلما عبرت عن كتافة يعني عدد سكان قليل وكل ما كانت يعني النقطة التي تعبر عن المدينة نقطة كبيرة إلا وعبرت عن تعداد سكان كبير لدينا هنا مفاهيم ومصطلحات الكتافة السكانية هو عدد السكان في منطقة معينة على مساحة هذه المنطقة ويرمز لها بالساكن على الكيلومتر مربع يعني عدد السكان على المساحة إذن هذا ما توفر لنا بخصوص النشاط الثالث ننتقل الآن إلى النشاط الرابع النشاط الرابع إذن الوثيقة واحد جدول توزيع سكان أربع جهات من المغرب إذن كما تلاحظون لدينا جهات الدار البيضاء الكبرى عدد سكانها 3942 المساحة بالكيلومتر مربع إذن لا تتجاوز 1615 كيلومتر مربع إذن هذه المساحة الجهة الشرقية عدد سكان 2016 ألف يعني جهت المليون وستاشر ألف ساكن في الدار البيضاء الكبرى 3 ملايين وتسعمائة واثنين وخمسين ألف يعني تقريبا قرابة أربعة ملايين ساكن بالدار البيضاء الكبرى الجهة الشرقية قلنا مليونان وستة عشر ألف مساحة الجهة الشرقية حوالي 82 ألف و 820 كيلومتر مربع ودد ذهب القويرة عدد سكان بالآلاف 187 ألف المساحة يعني المساحة 50 ألف 880 كيلومتر تادلة أزلال عدد سكان مليون وخمسمائة وستة عشر ألف المساحة 17 ألف و 125 كيلومتر مربع دان هذا الجدول الوثيقة واحدة هو جدول توزيع سكان أربع جهات بالمغرب ملاحظة هنا يعني تغير التقسيم الجهوي دان هذه معطيات قديمة نوعا ما تغير التقسيم الجهوي جهة الدار البيضاء الكبرى لم يعود لها وجود أصبحت لآن الجهة التي حلت محل الدار البيضاء الكبرى هي جهة الدار البيضاء السطات بمعنى أن الدار البيضاء الكبرى انضاف إليها جزء من جهة شاوية وانضاف إليها جزء من جهة دكالة عبدة وبالضبط يعني منطقة دكالة يعني جهة الدار البيضاء الكبرى انضافت إليها سطات وانضافت إليها دكالة يعني هذا ما حصل بالتالي تحولت إلى جهة كبيرة يعني سميت بجهة الدار البيضاء الجهة الشرقية ظلت كما هي على حالها لم تتغير كثيرا لأنك تغير بسيط في الجهة الشرقية جهة ودي الذهب القويرة ودي الذهب القويرة لم تتغير كثيرا جهة ودي الذهب القويرة لم تتغير تقريبا لم تتغير لكن تغير اسمها أصبحت يعني أصبح اسمها الدخلة واد الدهب أصبح اسمها الدخلة واد الدهب إذن جهة واد الدهب القويرة تغير اسمها إلى الدخلة واد الدهب وبالنسبة لجهة تادلا تادلا أزلال تادلا أزلال يعني تغير اسمها أيضا لم تعد موجودة جهة تادلا أزلال لم تعد موجودة أو تغير اسمها إلى بني ملال خنيفرة يعني أو اندمجت على ما أعتقد يعني اندمجت جهة تادلاء زلال لم تعد موجودة تقريبا يعني هناك جزء ذهب إلى جهة بني ملال الخنيفرة وجزء ذهب إلى جهة مراكوش تنسفت وجزء ذهب إلى ضرعة فلال تعالى ما يبدو إذن لم تعد موجودة إذن أهيئ أدوات الرسم ألاحظ الجدول وأقرأ معطياته ثم هو أهيئ أدوات الرسم يعني قلم الرصاص أقلام ملونة ممحات ورق شفاف وآلة حاسبة إذن ستهيئون هذا من أجل أن تضعوا على خريطة الجهات إذن خريطة الجهات بالمغرب أنقل الخريطة على دفتري أحسب معدل كتفة في كل جهة من الجهات الواردة في الجدول أرتب هذه الجهات حسب معدل كتفتها التصاعد أختار لكل كتفة رمزا مناسبا وأوضحه في المفتاح وأضع عنوانا مناسبا للخريطة يعني إذن هذا النشاط هو مشابه للنشاط الذي رأيناه هنا أين هو النشاط قد اختفى النشاط إذن على العموم ومشاعب به للنشاط الذي قمنا به بالنسبة لتونس إذن يعني باللون الفاتح مثل غالبا يكون اللون الأصفر تكون أقل أقل كتفة سكانية تكون باللون الأصفر أكبر كتفة سكانية تكون باللون البني لأنه لون غامق ثم الألوان الخفيفة مثل اللون الوردي أو اللون البرتقالي إذن تكون كتفة أقل كتفة متوسطة إذن يعني تعتمدون مسألة التروين هذه إلا خريطة الجادة بالمغرب إذن هذه الخريطة لم تعود يعني لقد تم تغيير التقسيم الإداري يعني أعتذر هذا الكتاب قديم قليلاً إذن هذا لم يعد في السابق كانت لدينا 16 شهة تقلص عددها إلى 12 جهة إذن الجهة الأولى هنا جهة يعني ما تسميته هنا جهة وادي الداب القويرة تنادي جهة وادي الداب القويرة جهة وادي الداب القويرة لم تتغير ظلت كما هي ولكن تغير اسمها أصبح اسمها الدخلة وادي الدهب أصبح اسمها الدخلة وادي الدهب الجهة الثانية الجهة جوش جهة العيون برشدور السقي الحمراء إذن هذه الجهة أيضا تغير شكلها تغير شكلها حيث أصبحت بهذا الشكل سأحاول أن أرسم هذه الجهة تغيرت هذه الجهة أصبحت بهذا الشكل هذا الخط لم يعد موجودا أصبحت بهذا الشكل إذن هذه الجهة الحالية هنا أصبح إسمها ما اسمها الآن أصبح إسمها العيون السقي الحمراء بمعنى أنه إن ضاف إليها ضافت إليها السقي الحمراء إذن هذه الجهة الثانية ثم لدينا هنا جهة قلميم السمارة جهة قلميم السمارة إذن هذه الجهة أيضا يعني انضاف إليها مناطق أخرى هذه الجهة أصبح شكلها بهذا الشكل وأصبح اسمها جهة قلميم وادنون جهة قلميم وادنون إذن جهة قلميم سمارة لم تعد موجودة وأصبح مكانها جهة قلميم وادنون إذن أيضا كذلك هنا هنا هذه الجهة هنا الجهة رقم أربعة الجهة رقم أربعة ما اسمها هنا سوس ماسا درعة سوس ماسا درعة إذن لم تعود موجودة أيضا جهة سوس ماسا درعة لم تعود موجودة وأصبح مكانها جهة سوس ماسا بمعنى أن درعة لم تعد تنتمي إلى هذه الجهة يعني أصبحت تنتمي إلى جهة أخرى وهي جهة درعة تفلت إذن هذه الجهة أصبح شكلها كالآتي إذن جهة سوس ماسة تنهى شكله جهة سوس ماسة إذن هذه هي جهة سوس ماسة الآن إذن هذه هي جهة سوس ماسة لم يعد موجودا هذا الخط هذه هي جهة سوس ماسة ثم لدينا الجهة السابعة أو الخامسة هي الجهة الخامسة خامسة الغرب الشراردة بنية حسن لم تعد موجودة هذه الجهة جهة الغرب الشراردة بنية حسن لم تعد موجودة يعني دخلت إلى جهة جهة الرباط دخلت إلى جهة الرباط إذن الجهة الخامسة لم تعد موجودة كذلك جهة شاوية ورديغة لم تعد موجودة جهة شاوية ورديغة اندمجت مع جهة الضار البيضاء أسطات شاوية ورديغة كانت عاصمة أسطات هذه الجهة شاوية ورديغة كانت عاصمة أسطات الواسطات إذن اندمجت مع جهات الضار البيضاء. ثم لدينا الجهة السابعة وهي جهات مراكش تنسيفت. إذن جهات مراكش تنسيفت حصلت على جهة أخرى ايضاً تم جهة 11 جهات عبدالدكالة حصلت على عبداء. جهات مراكش تنسيفت حصلت على جزء من جهة دكالة عبداء. إذن حصلت على جزء عبداء. وجزء دكالة ذهب إلى الضار البيضاء. إذن أضع لكم مكان جهة 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 السابعة وهي جهة مراكش آسفي. أصبحت مراكش آسفي. إذن جهة السابعة أصبحت مراكش آسفي. ها هي الجهة السابعة. أضع لكم هنا. إذن احتفظت بهات. انضاف إليها. انضاف إليها عبداء. إذن جهة مراكش انضافت إليها عبداء. إذن هذه هي جهة أصبحت تسمى مراكش آسفي. إذن انضافت إليها عندما نقول عبداء. يعني عبداء. عاصمة عبداء هي آسفي. إذن انضافت إليها منطقة آسفي منطقة عبداء. إنضافت إلى جهات مراكش آسفي أصبح اسمها مراكش آسفي إذن هذه الجهة أيضا جهة مراكش آسفي كما يوجد في مقرركم على ما أعتقد إذن هذه الجهة السابعة كذلك الجهة الأخرى إذن جهة عبد الدكالة اختفت الجهة الشاوية وارضيغة اختفت الجهة البنيحسن اختفت إذن نعم إذن هذه الجهة السابعة ماذا يوجد هناك أيضا جهة شاوية وارضيغة قلنا أنها اختفت الغرب شرار ذبني حسن اختفت جاة الشرق ظلت كما هي جاة الشرق هناك تغيير بسيط في جاة الشرق هناك تغيير بسيط يعني أذكره إذن انضاف لجاة الشرق بعض الإقليم انضاف إليه إقليم على ما أعتقد انضاف إليه أحد الأقاليم وفقدت إقليما جاة الشرق إذن هذه هي جاة الشرق طبعا يعني انضاف إليها على ما أعتقد إقليم هنا هذا الإقليم الذي كان ينتمي إلى يعني إلى جاة الحسيمة انضاف إلى جاة الشرق تازل حسيمة تهونت نعم إذن كذلك مع الجاة الأخرى التي ظهرت هناك جاة إذن وصلنا كلمنا على جاة الشرق جاة الضار بيضاء الكبرى اختفت اختفت جاة الضار بيضاء الكبرى وتحولت إلى الضار بيضاء إذن اندمجت جزء من جهة الغرب الشاوية وجزء من يعني اندمجت الغرب الشاوية جزء من الغرب الشاوية الضار بيضاء الضار بيضاء هنا إذن أخذت جزء من جهة عبد الدكالة أخذت جزء دكالة وأخذت جزءا أيضا جزءا كبيرا من جهة الشاوية ورديغة التي كانت عاصمة أستات وأخذت معها العاصمة أستات وهذا الجزء ذهب مع يعني جهة أخرى كذلك أين وصلنا هنا الضار بيضاء الكبرى الرباط سلا زمور زعير إذن الرباط سلا زمور زعير يعني هذه الجهة يعني استولت على جهة الغرب الشرارد بنية حسن استولت عليها كاملة استولت عليها وكذلك أخذت جزءا من الجهة يعني جهة تادلة تافيلات أيضا أخذت جزءا منها مكناز تافيلات إذن هذه الجهة التي أصبحت جهة إذن هذه الجهة الرباط الرباط القنيطرة الرباط سلا القنيطرة يعني هذه هي جهة الرباط سلا القنيطرة يعني اندمجت بين جهتين يعني اندمجت بين جهتين نعم واختفت جهة الغرب الشرارد بنية حسن اختفت يعني هناك هناك أحد الأقاليم في جهة الغرب الشرارد بنية حسن يعني انضاف إلى جهة طانجة طوال كذلك هنا وصلنا ذكال العبد قلنا أنها لم تعد موجودة جهة تادلة جهة رقم 12 هي جهة تادلة إذن هذه الجهة جهة تادلة تحولت إلى جهة هي جهة بني منلال خنيفرة بني منلال خنيفرة يعني انضاف إليها أجزاء من جهة أخرى اختفت التي هي جهة مكناس تافيلالت اختفت إذن بني منلال خنيفرة أخذت جزء إذن جهة أخذت جزء من جهة يعني جهة جهة التي كانت عاصمتها سطات يعني جهة شاوية ورديغة أخذت جزء من شاوية ورديغة كذلك أخذت جزء من جهة يعني مكناس تافيلالت أخذت جزءا منها إذن هذه هي الجهة الجديدة التي أصبح اسمها جهة ضرعة لا أعفوا جهة بن ملال خنيفرة أصبحت جبال البن لال خنيفرة إذن هذا أيضا إذن ما هي الجهة الأخرى أيضا لدينا مكنة ستفيلات إذن هذه الجهة مكنة ستفيلات تقريبا اختفت وظهرت مكانها جهة جديدة وهي الجهة جهة ضرعة تفيلات إذن مكنة ستفيلات اختفت وظهرت ضرعة تفيلات إذن هذه هي ضرعة تفيلات جهة ضرعة تفيلات أخذت جزء كبير من جهة مكنة ستفيلات يعني منطقة تفيلات هذه أخذتها وأخذت منطقة ضرعة إذن هذه هي جهة ضرعة تفيلات جهة كبيرة المغرب الشرقي المغرب الجنوب الشرقي ما يسمى بالجنوب الشرقي يعني أهله من أنبل الناس ومن أطيب الناس يعني أهل جهة المغرب وكل المغرب طيبون إذن هذه جهة جديدة إذن أخذت جزءا من جهة مكناستفيلالت وجزءا من جهة سوسما الصدرع كذلك إذن جهة فاس بولمان إذن جهة فاس بولمان ظهرت لنا جهة جديدة وهي جهة ليس جهة جديدة يعني جهة فاس بولمان يعني ظهرت لنا فاس مكناس إذن مدينة مكناس انضمت إلى جهة فاس يعني مكناس انضمت إلى جهة فاس وكذلك يعني اختفت جهة الحسيمة الجهة رقم 15 اختفت هي تازل حسيمة تونات اختفت يعني أخذت جهة فاس أخذت بعض المناطق من هذه الجهة وكذلك أخذت مدينة مكناس إذن وتحولت إلى جهة مكناس فاس فاس مكناس عفوا فاس مكناس ثم أخيرا لدينا الجهة الأخيرة وهي جهة طنجة تطوال الحسيمة إذن هذه الجهة أخذت يعني أخذت جزءا من جهة الحسيمة يعني أخذت جزء من جهة الحسيمة وأخذت بعض الأقاليم هنا في جهة الغرب إذن هذا هو التغيير الذي حصل للخريطة يعني ينبغي أن تعلم ذلك إذن هذا المقرر قديم سأحاول أن أجد مقرر جديدا إذن إذن تقويم التعلم أقوم الفوائد التي يجنيها الإنسان من دراسة بنية السكان في بلد معين المغرب مثلا خلال الوثيقة واحد النشاط واحد أبحث إذن كذلك نبحث عن خريطة الكتافة السكانية بالمغرب وأشتغل عليها بالقيام ما يلي أرتب المناطق حسب نسب الكثافة أفسر الاختلاف في هذه الكثافة إذن ينبغي عليكم القيام بهذه الأنشطة إذن ينبغي عليكم القيام بهذه الأنشطة إذن بهذا نكون قد يعني اختتمنا هذا الدرس الثاني هذا الدرس الثاني لبرنامج الجغرافية للسنة الأولى إعدادي إذن نشكركم على حسن تتبعكم وإلى اللقاء مع درس جديد